اهلا بكم مشاهدين في الفترة الأولى من أموال ومسارات إذن بعد الارتفاعات الجيدة الذي حققها مؤشر تاسي في الجلسة الماضية نجده اليوم يفتتح التداولات متراجعا في النصف ساعة الأولى من التداولات الآن يستقر مؤشر تاسي في المنطقة الحمراء بعدما افتتح التداولات عند 8277 نقطة الآن يتراجع بشكل طفيف يفقد 35 جزء من النقطة في المنطقة الحمراء قيم التداول لم تصل إلى المليار ريال بعد أما أحجام التداول فتتجاوز الأربعين مليون سهم حتى الآن إلى هذا الخبر مشاهدين حيث يشهد السوق السعودي اليوم إدراج وبدء تداول أدوات دين حكومية بقيمة تبلغ 17 مليار وتسعمائة مليون ريال تشمل أدوات الدين التي سيتم إصدارها اليوم ثلاث سقوك استثمار وهي الأول بقيمة 12 مليار و100 مليون ريال لمدة 6 سنوات وبهامش ربح تقريبا 13% أما الثاني فبقيمة تبلغ 3 مليارات و780 مليون ريال لمدة 7 سنوات بهامش ربح 3 وحوالي 15 تقريبا الأخير بقيمة تبلغ ملياري و50 مليون ريال بطبعا لمدة 10 سنوات أما بهامش ربح 3 وحوالي 19% تقريبا الآن مشاهدين مع النتائج المالية لشركة ينساب في الربع الأول نتابع ارتفاع الأرباح بنسبة تبلغ 4% لتحقق 630 مليون ريال أيضا ارتفاع اجمال الدخل بـ 1.6 حقق السهم بذلك 728 مليون ريال ارتفاع متوسط أسعار البيان لجميع المنتجات أثر بشكل إيجابي على نتائج هذه الشركة شركة ينساب وتداولاتها في جلسة هذا اليوم إذن نلقي نظرة على أداء السهم 72 ريال و20 هللا في المنطقة الحمراء هو سعر تداول هذا السهم يفقد حتى الآن ريال و62 هللا ويتراجع بـ 2 وتقريبا 20% وإلى خبر آخر حيث ارتفعت خسارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف خلال الربع الأول نتابع الارتفاع كان بنسبة تبلغ 18% سجلت الشركة تقريبا خسارة بحوالي 18 مليون و700 ألف ريال وانخفاض المبيعات أثر بشكل سلبي على نتائج الشركة نلقي نظرة مشاهدين على سهم طباعة وتغليف في جلسة اليوم وتداولات هذا السهم كذلك يستقر في المنطقة الحمراء متراجعا بقرابة الثمانية عشر يفقد 16 هللا ويتداول اليوم بسعر 20 ريال و10 هللات أما عن شركة الخضري والنتائج المالية لها في الربع الأول نتابع إذن الخسائر انخفضت بحوالي 12 مليون و700 ألف ريال انخفاض التكاليف المباشرة بنسبة 68% دعم أداء شركة الخضري وأخيرا انخفاض إجمال الخسائر بنسبة 62% أثر بشكل إيجابي على نتائج الشركة نلقي نظرة مشاهدين على سهم الخضري في جلسة اليوم على النقيض إذن يستقر في المنطقة الخضراء ارتفاعات بحوالي 16 تقريبا مكاسب السهم حتى الآن هي 5 هللات وسعر التداول هو 9 ريالات وهللتين فقط للسهم وفقدت الجمعية العمومية للبنك السعودي الفرنسي في اجتماع الخميس الماضي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين وبنسبة تبلغ 3.15% ما يعادل تقريبا 35 هللة للسهم عن النصف الثاني من عام 2017 أما بالنظر مشاهدين لأداء البنك السعودي الفرنسي في جلسة هذا اليوم نجد السهم يستقر في المنطقة الخضراء ارتفاعات ب16 مكاسب 20 هللة سعر التداول هو 32 ريال وتسعين هللة بالانتقال إلى شركة أخرى حيث وافقت شركة سبيماكو الدوائية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% ما يعادل تقريبا ريال للسهم رأس المال وذلك كأرباح عن العام المالي 2017 أما بالنظر مشاهدين لأداء سهم شركة الدوائية في جلسة اليوم نجد السهم يتراجع في المنطقة الحمراء يستقر إذن بتراجعات قرابة الثلاثة بالمئة يفقد 94 هللة سعر التداول هو 30 ريال و50 هللة في جلسة هذا اليوم وإلى شركة الحمادي للتنمية والاستثمار والتي أعلنت عن قيامها بتوقيع مذكر التفاهم مع شركة سدير للأدوياء المالك والمطور لمجمع سدير للصناعات الدوائية المتخصصة وذلك لبحث الاستحواذ على حصة في الشركة دعونا نلقي نظر المشاهدين على سهم الحمادي في هذه الجلسة كذلك أداء إيجابي للسهم حتى الآن بمكاسب 50 هللة ارتفاعات 1.14 تقريبا وسعر التداول للسهم في جلسة اليوم هو 37 ريال و35 هللة ومع هذا الخبر حيث وافقت الجمعية العمومية لشركة الصحراء للبترو كيمويات على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية وبنسبة تبلغ 10% بواقع ريال واحد فقط للسهم على مساهمي الشركة عن العام المالي 2017 مشاهدين نلقي نظرة على سهم شركة الصحراء يتراجع السهم في المنطقة الحمراء بنسبة تبلغ 4 وحوالي 18 يفقد 95 هللة حتى الآن ويتداول عند سعر 19 ريالا وأربعة هللات فقط للسهم أما عن أسهم قطاع المواد الأساسية وأدائها في جلسة هذا اليوم نتابع أداء الشركات شركتان فقط هما يرتفعان طبعا في هذه اللحظات هما المتقدمة على ارتفاعات بعشرين الكيميائية ارتفاعات تقريبا 14 أما باقي الشركات فتسجل تراجعات في المنطقة الحمراء نجد سابك يضغط على طبعا قطاع البترو كيميكال ويتراجع ب 16 يفقد 68 هللة سبكيم العالمية كذلك تراجعات ولكن بشكل أقل إذن 13 هي نسبة التراجعات مجموعة السعودية كذلك أقل من 1% وسافكو 71 ريال للسهم هو سعر التداول أما في جلسة اليوم حتى الآن يفقد 30 هللة للسهم من المواد الأساسية إلى قطاع البنوك نتابع مصرف الراشحي إذن مشاهدين نجده الآن يسجل ارتفاعات ب 21% كذلك البنك الأهلي التجاري يرتفع بحوالي 15 البنك السعودي البريطاني 90 هللة مكاسب والبنك الأول يرتفع ب 20% فقط أما شركتان تتراجعان في هذه الأثناء هما بنك الرياض يتراجع السهم ب 13 تقريبا ومجموعة السعودية يفقد السهم 11 هللة ويستقر في المنطقة الحمراء إلى قطاع الاتصالات نلقي نظرة على أداء أسهم القطاع إذن الجميع باللون الأحمر حتى الآن الاتصالات السعودية تفقد 20 هللة اتحاد اتصالات تراجعات ب 14 فقط والاتصالات المتنقلة السعودية 7 ريالات و 60 هللة يتراجع السهم حتى الآن ب 13% أما الأسهم الأكثر ارتفاع مشاهدينها تتصدر القائمة قائمة الشركات استرا الصناعية يرتفع السهم ب 14 تقريبا البنك السعودي البريطاني ريال و 10 هللات مكاسب السقر للتأمين يرتفع السهم ب 13 و 14 وكذلك الأبحاث والتسويق ارتفاعات بنفس النسبة التأمين العربية على ارتفاعات كذلك بأكثر من 3% على النقيض باللون الأحمر وقائمة الشركات المتراجعة حتى الآن الصحراء تتصدر القائمة بنسبة تراجعات أربعة وتقريبا 19 أمين تيت على تراجعات يفقد السهم 33 هللة بنك الجزيرة يتراجع بقرابة الثلاثة بالمئة أما الدوائية فيتداول السهم في جلسة اليوم عند 30 ريال و 70 هللة وكذلك يستقر في المنطقة الحمراء ينبع الوطنية إذن للبترو كيمويات أخيرا على تراجعات بأكثر من 2% حتى الآن